اشتركوا في القناة اليوم رح يتنقل ما بين برجين رح يكون في العذراء بعدين رح ينتقل للميزان في ساعات ما بعد الظهر هو الآن موجود في منزلة السماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يمكث فيها حتى ساعة انتقال القمر للعذراء يعني ساعة 12 و40 دقيقة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينيتش يعني الساعة 43 دقيقة بعد الظهر او قبل العصر بنتقل القمر بصير في منزلة الغفر وهي المنزلة للكنوز والضفر والمنعة التفريق والمشاكل والنفيه يعني منزلة ممتزجة ولكن القمر اليوم رح يكون سعيد أغلب الوقت فعشان هيك بتكون بإيجابيتها القمر الآن موجود بالعذراء وحكينا أنه القمر لما بيكون موجود في برج منكتسب من صفات هذا البرج يعني أهم صفات هذا البرج بتأثر علينا بشكل واضح فمنعود الآن لطبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمارين الرياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردي أو شاردي دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام نشعر أنه الناس شحيحون في عطائهم ماديا وعاطفيا ممكن نتفقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما لها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة كالتدخين شرب الكحول بوسعنا بهاي الفترة اقتناء حيوان أليف أو مطالع بكتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية طبعا عندنا زاويتين قبل خلو المسار أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينج يعني بتوقيت الأردن الساعة ستة وخمسة صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديث إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة ثمانية وستة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني الساعة 11 وستة واربعين دقيقة قبل الظهر برضو بتوقيت الأردن هاي زاوية بما أنها إيجابية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم تعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة ثمانية وستة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني بتوقيت الأردن الساعة 11 وستة واربعين دقيقة برضو صباحا أو ما قبل الظهر وبتستمر هاي الزاوية حتى تمام الساعة 12 واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج يعني الساعة 43 دقيقة قبل العصر بتظلها بعد الظهر يعني طبعا بالتوقيت الأردن عشان ما حدا يعني بتوقيت جرينج هو ثمانية وستة واربعين بتبدأ بانتهي 12 واربعين بتوقيت الأردن بتبدأ الساعة 11 وستة واربعين وبتنتهي الساعة 43 دقيقة قبل يعني قبل العصر أو بعد الظهر احنا منسميها طبعا هاي الفترة هي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار بالنسبة للقمر لما ينتقل الميزان الساعة 12 واربعين دقيقة يعني 43 دقيقة بتوقيت الأردن تأثيرات بتصير من تأثيرات برج الميزان على الجميع فهاي أفضل فترة نقدر نحكي عاطفيا ونقدر نعزز أو صار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومن ميل للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزيين البيت أو ديكور مثلا أو المكتب واغتناء حاجية جميلة بما أن القمر رح يكون موجود في الميزان خلو المسار القادم رح يكون يوم الخميس سبعة عشرة بيبدأ في تمام الساعة خمسة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيش وبينتهي الساعة ثنتين وواحد وعشرين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش لينتقل القمر لبرج العقرب طبعا بتوقيت الأردن بما أن الساعة خمسة صباحا يعني الساعة ثمانية وثلاث دقائق منزيد ثلاث ساعات وبما أنه بنتهي الساعة ثنتين وواحد وعشرين معناته الساعة خمسة وواحد وعشرين بعد العصر بيكون القمر واستقر في العقرب بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال ثمانية وعشرين يوم في تمام الساعة ثنتين وتسعة دقائق فجرا بيصبح تسعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمسة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم يبل ما ندخل على هاي الفقرة خليني أوضح نقطة لأنه كثير أشخاص بيسألوني إيش يعني سعيد وإيش يعني منتحس وإيش بيأثر علينا لما بيكون الكواكب سعيد معناته بيعطينا طاقة سعيدة يعني بيعطينا طاقة إيجابية يعني توقعاته بتكون إيجابية ولصالحنا لما بيكون هذا الكوكب منتحس يعني بيعطينا تأثيرات سلبية يعني بيكون في تحذيرات وأشياء لازم ننتبه منها هاي نقطة كثير ناس بيسألوا عنها ومش قادرين يعرفوا ليش أنا بظل أحكي منتحس وسعيد وفجأة بتغير بصير سعيد وبرجع منتحس طبعا على الوقت اللي أنا بذكره في الانتحاس والسعودة بدل على أنه هذا القمر بيعطينا قاعد طاقة مش مزبوطة طاقة سلبية لازم نحذر من بعض النقاط وذا كان سعيد معناته طاقته كاملة إيجابية بتدعمنا وبتعطينا نوع من أنواع الحظوظ اللي بتمتع فيها هذا الكوكب بالنسبة للشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة موعد انتقالها للعقرب هي سعيدة بنسبة 45% اليوم القمر في العذراء وبدو ينتقل للميزان حتى يوم 17 هو نقدر نحكي أنه سعيد بنسبة 25% ل30% من الآن لغاية ساعات يعني الانتقال اللي هي فترة الانتقال القمر للميزان بعدين برتفع لنسبة 50% يعني سعيد عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 25% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 يعني هي والقمر بنتقلوا في نفس اليوم مزاجها الآن سعيد بنسبة 15% المريخ في الميزان حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 عشرة يعني بدأ الآن يبطئ من سرعته هو سعيد منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة فعشان هيك برضو بلش يبطئ بن سرعته ولكنه ما زال منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة 10% نبطئ في الحوت بيتراجع حتى يوم 11 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيتراكم اليوم العمل عندكم مثل يوم أمس وبرضو شوي بتجدوا صعوبة بإنجاز كثير من أعمالكم شوي بعض الأشخاص ممكن أنوا يعملوا لوقت إضافي أو يتراكم العمل عندهم أو ما يقدروا ينجزوا كل الأعمال اللي مطلوبة منهم فعشان هيك منقولهم حاولوا إيجاد الحلول وحاولوا أنكم تعالجوا المسائل الطارئة والتواصل مع بعض الأشخاص لمساعدتكم في هذه الأمور أو للتوصل لاتفاق مع بعض الأشخاص لإيجاد بعض الحلول ابحثوا عن حليف أو داعم حاولوا برضو أنكم في هذه الفترة تتجنبوا الإساءة للأصدقاء والشركاء وما تنسوا أنه هو في البيت السادس يعني بالمقابل وهذا بيت الصحة فبتكون تحذروا من بعض التراجع الصحي أو الاهتمامات الصحية خلال هذا اليوم وفي المقابل هو بده ينتقل لبيتك السابع في ساعات ما بعد الظهر يعني بعطيك تعزيز للشراكة في بيت حليف لا إلك ولكن طاقتك لأنها ضعيفة بتظل الصحة بحاجة لبعض المراقبة طبعا بما أنه رح ينتقل في ساعات ما بعد الظهر لبيت الشراكة فبترغبوا من ساعات الظهر أو من بعد الظهر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ممكن يصير في تواصل أو مصالحة ما بينكوا بين الشركاء أو تترافقوا في مسألة معينة الأجواء جيدة ودعمة لإلكم لكثير من الأمور على مستوى الشراكة المالية والعاطفية ممكن تعالج اليوم التباس وسوء التفاهم حاول أنك تعالجوا بموضوعية بتكونوا تحاضروا للقطيعة والمشاكل وسوء التفاهم أو الخصام العرقي لأنه شوية العصبية ما زالت محتدة وخصوصا أنه عطارد برضو بيتراجع في نفس المكان اللي هو بيتك السابع وهو بسبب يعني نوع من أنواع الاستفزاز لا إلك فبدك تدير بالك من هاي النقطة برج الثور بتظل رغبتكم قوية جدا اليوم في التقرب من أحباكم من الآن لغاية ساعات ما بعد الظهر ممكن اليوم تجدوا قاسم مشترك يجمعكم بأحباكم يعني الجو إجمالا هو جو إيجابي بما أنه الشمس والقمر واثنين سعيدات وموجودات في نفس البيت معناته الطاقة عالية جدا اليوم بالنسبة لإلك خصوصا قبل الظهر وما بعد الظهر في عدة مجالات قبل الظهر طبعا على المستوى العاطفي والتقرب من الأحباء والتفاهم معهم وبتقدر اليوم التابع المساعي للتواصل مع المحيط ما بيكون هذا يوم من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا بالنسبة لإلك لغاية ساعات ما بعد الظهر راح تشعر بالطمأنينة والراحة في أغلب الأوقات حتى في ساعات ما بعد الظهر رغم أنه في ساعات ما بعد الظهر لما القمر بنتقل وبيصير في الميزان شوي بتحس أنه في نوع من أنواع الضغط عليك بالعمل ممكن يتراكم العمل أو يجيك أعمال كثيرة أو ما تجد الوقت لإنجاز كثير من هاي الأعمال فبدك تنتبه من هاي النقطة بتكون تنتبهوا لأعمالكم وإنجازها ما تتأخروا في إنجاز أعمالكم بتكون تنتبهوا لصحتكم تنتبهوا لعلاقاتكم ما بينك وبين زملائك في العمل هذولا أهم من النقاط اللي أنا بحذر فيها من ساعات ما بعد الظهر اليوم ممكن تتزامن عندك الواجبات يعني تلاقي أكثر من عمل بصير في نفس الوقت وتجد صعوبة في إنجازهم فممكن تضطر للعمل وقت إضافي أهم إشي أنك تحاذر المشاكل الصحية أو بعض العراض الصحية ما في شيء بخوف ولكن إن شعرت بشيء غير اعتيادي بطلب منك إنك أنت تراجع طبيبك أو تهتم بصحتك برج الجوزاء بتنشغلوا اليوم في تنظيم أموركم البيتية والعائلية مثل اليوم أمس يعني بكون عندكم أعمال لها علاقة بالبيت والعائلة وممكن اليوم تدخل تعديل مطلوب على مسكنكم تشعر ببعض الحزن في أوقات معينة أو التعب ممكن تبحث عن ملاذ آمن وحتحاول أنك هيك تبعد عن نوع من النوع الخصومي فعشان هيك نقولك ما تنتقد أقرب الناس لإلك اليوم لأنه شوي الحساسية بتكون عالية شوي ممكن يكون فيه نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة لأنه تعرف القمر لما بيكون في هذا البيت في العذراء بيكون عامل زاوية تربيع معاك وعطارد بيتراجع له الكوكب المسؤول عنك فعشان هيك اليوم أنت حساسيتك عليه الأجواء بتصير أحسن في ساعات ما بعد الظهر لأنه القمر رح يصير في البيت الخامس وهو بيت حليف لألك صحيح أنه عطارد بتراجع فيه إلا أنه القمر والشمس وجودهم اثنين مع بعض وسعيدات في نفس الوقت معناته فترة ممتازة جدا بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شيء أنك تلطف الأجواء وتحاول أنه ترجع العلاقات لطبيعتها ممكن اليوم تنال أي شيء بترغبه وتنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة أنها تنحل بالفترة الماضية يعني الأجواء بمعنى آخر إيجابية ودعملة إلك بتطلب منك أنك أنت تضبط عصابك تركز بشكل جيد وفي نفس اللحظة تتحرك عشان تحصد هذه النتائج برج السرطان طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثالث لا إلك وبما أنه في البيت الثالث من الآن لغاية ساعات الظهر عشان هيك بيكون الجو مناسب لأمور التنقلات والاتصالات الحوارات النقاشات الامتحانات المقابلات الاهتمامات بالألكترونيات أو بالسيارات أو بالصيانة تحديداً ولكن بتطلب منك تنتبه من شيء واحد اللي هو أول شيء أنك تكون أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء التنقلات واستفريات القصيرة داخل المدن وبرضو اليوم ممكن يكون فيه نقاش حاد بينك وبين أخ أو جهر فهي نهقطين المهمات يعني تطلب منك ضبط الأعصاب اليوم ممكن يسجلك لقاء مهم أو اتصالات مفيدة بتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة بتقوم بزيارة أو بزيارة أو ممكن تلاحق عمل ملح أو ضروري خلال هاي الفترة أو الفترة المقبلة يعني هي هي بتأهلك للفترة المقبلة ولكن إنه الأمور العائلية بتبلش تظهر على الساحة والاهتمامات العائلية من ساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر خلاص بصير التركيز كامل حول مصالحكم البيتية والعائلية والأمور اللي إلها علاقة بالبيت فبوسعك والتفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة اليوم أهم إشي إنك تتجنب الكلام اللاذع والتوبيخ للأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو مسألة شخصية فعشان هيك ضبط الأحصاب مطلوب حاول إنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إنك تجد تسويات تحمي حقوقك لا تفرض رأيك خلال هذا اليوم هاي فترة مناسبة برضو لها كثير من الأمور العائلية وأفراحها برج الأسد بتكو تخففوا من النفقات قدر المستطع الجو إيجابي ماشي بيدعمكم على المستوى المالي بيجيب فرص مالية ممكن تحل المسائل مالية ممكن يكون في عندك فواتير ودفع فواتير أو بعض المصريف أو المشتريات أهم إشي ما تترك العنان لرغباتك بالمشتريات لأنه رح تصرف فلوس بدون حساب بتكو تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن تناقش موضوع مالي أهم إشي إنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل حاول إنك ما تبذر أموالك وحاول إنك تكون عاقل ومتيقذ قبل التوقيع على العقود وحاول إنك تحدد أهدافك طبعا في ساعات ما بعد الظهور القمر رح ينتقل لبيت حليف لا إلك لبرج حليف لا إلك ورح يتواجد القمر والشمس في نفس البيت هذا وولادة الهلال رح تكون في نفس البيت صحيح إنه عطارت بتراجع في نفس البيت برضو إلا إنه اليوم رح يكون استثمائي فرح تنشطه اليوم بالتنقلات والسفريات والاتصالات والنقاشات والحوارات وممكن يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار ولكن حاول إنه لو وجه لك انتقاد إنك تمسك حالك بدون عصبية وما توجه أنت انتقاد يعني على أساس أنها ماتور المشاكل بتكثر عندكم النشاطات على حسب طبيعة عملك إيش أنت بتشتغل إيش تخصصك بالبيت بره البيت ربه البيت تشتغلي موظفي كل هذا على حسب أنت شو بتشتغل اليوم عندك نشاطات واتصالات وتحركات رح تكون عندك لقاءات عديدة باستطاعات أكد دفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم إشي إنك ما تتردد بالتحرك برج العذرة طبعا القمر ما زال موجود عندكم ورح يظل ساعات ما بعد الظهر فعشان هيك ثقتكم بأنفسكم اليوم بتكون برضو ممتازة وقدرتكم على السيطرة على زمام الأمور أو إنك تسيطر على بعض الأمور بتكون جيدة جدا بتكون مميز بأداءك الفترة هاي واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو عندك مرحلة جديدة لأجواء جيدة تطرح أفكارك اليوم والكل بيستقبلها تجتهد في إنجاح أي مشروع جديد بالنسبة لإلك عندك حماسة واضحة أفكارك واضحة عندك طموحك وتنقلاتك أو أفكارك كلها هاي بتكون ممتازة في ساعات ما بعد الظهر طبعا التركيز رح يصير على الأمور المالية والميزانية والفواتير والمشتريات فرح تعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم إشي إنكم ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو لحبيب أهم إشي إنك ما تبالغ بمصاريفك بدك تكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة وحتى في صرف الفلوس ما تترك رغباتك الجامحة إنها تقودك للبذخ أو للمشتريات الغير ضرورية اليوم رح تهتم لأمور مالية في منك ورح يهتم لبعض المسائل اللي إلها علاقة بالمصاريف الاستشفائية يعني يا بكون أمر بتعلق فيك أنت وأمور إلها العلاقة بالعلاج أو لا أحد المقربين لا إلك برج الميزان بيتطلب منكم اليوم برضو شوي الانتباه صحيح إنه الوضع أخف من الأيام اللي مضت وخصوصا إنه القمر الآن بيجهز حاله عشان ينتقل عندكم الشمس بوجودها بتعطيكه طاقة إيجابية من ساعات يعني الفجر والقمر برضو رح يعطيكه طاقة أعلى وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات ما بعد الظهر فعشان هيك بتجد إنه ما زالت طاقتك ضعيفة بتشعر بالتعب أو الإرهاق ممكن تفكر في إلغاء بعض الموعيد أو الإبتعاد عن الأضواء أهم شيء إنك تحمي نفسك من المحتالين من الآن لغاية ساعات الظهر ممكن تهدأ وطيرتك تتراجع الأرباح الحيوية يتم إلغاء بعض الموعيد تكون موعود بشيء ما يصير يعني بتشعر إنه الفترة هاي محبطة ومخيبة للآمال ممكن يطرأ تغيير للأفضل على صحتكم في ساعات ما بعد الظهر تستعيد حماستك ابتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك ابتقوى نسبة النجاح عندك بشكل كبير وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا الأصدقاء برضو اليوم ولكن اليوم النكهة غير أو الرغبات غير فعشان هيك في لقاءات رح تصير مفاجئة بالنسبة لإلك أو تكون لها منفعة بالنسبة لإلك في منك رح يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة أهم مش إنك ما تبقى وحيد وتحاول إنك تسارع للمشاركة وحاول إنك تلعب دور بالناء في محيطك ومجتمعك بتتمتع بحضور لافت وشعبيتك بتكون واسعة والرؤية بتصير واضحة وما بيجوز إنك يعني تتخذ قرارات القرارات هاي ممكن إنها تتسجل ضدك وخصوصاً إنه في فترة خلوم مسار وبرضو القمر بيقترب قاعد لبيت متعبك فعشان هيك كل الأشياء الضرورية المطلوبة منك حاول تنجزها من الآن لغاية ساعات ما قبل الظهر عشان انت داخل على فترة فيها نوع من النوع الصعوبة زي ما حكينا في حلقة الأمس بدك يعني من ساعات ما بعد الظهر القمر بيصير موجود في بيت المتاعب صحيح إنه سعيد فما رح يضغطك بشكل كبير ولكن بدك تنتبهوا أكثر لصحتكم حاول إنك ما توقع على عقد ما تبدأ عملي جديد بدك تركز بكل شيء هاي فترة تعتبرها أنت فارغة من الحظ فعشان هيك ما في داعي إنك تعتمد على الحضوض نهائيا حلل الأمور بهدوء ابتعد عن الأضواء وحاول إنك ما تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك بدك تحاذر من البلبلة ومن الالتباسات برج القوس بوسعكم اليوم المحافظة على سمعتكم وعلى إنجازاتكم القائمة في مجال العمل من الآن لغاية ساعات ما بعد الظهر طبعا هذا بيت السمعة ما لسه في بعض الأشياء اللي ممكن تحدث خلافات أو نقاشات حدي ما بينك وبين رؤسائك بالعمل أو إشي خليك إما تأخذ إجازة أو تبتعد عن أعمالك أو تهمل في بعض الأعمال لا تترك رغباتك تسيطر عليك اليوم فعشان هيك حاول تباكر لعملك خلي علاقتك مع مسؤولينك ممتازة جدا بالفترة هاي عشان تمضي الفترة على خير طبعا أهم شي إنك ما تجازف بسمعتك حتى ما تجازف باستقرار وظيفتك بدك تتجنب التصرف الارتجالي وحاول إنك تركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر نظم أعمالك عشان تنجزها بالكامل وهذا زي ما حكينا بيت السمعة فما في داعي للمخاطرة والمجازفة والمغامرة ومخالفة القوانين أو التهور فبدك تخلي خطواتك مدروسة في ساعات ما بعد الظهر طبعا القمر رح ينتقل لبرج حليف لإلك فرح تنشط عندك الحركات الاقتصاد الأصدقاء بتلتق الأصدقاء بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا بلقاء بعض المعارف بيطمئن بالك لأنه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أو يظهر لك داعم بشكل مفاجئ لا أمر أنت بتخطط له أهم شيء إنك ما تستسلم وحاول إنك تكرر المحاولات برج الجدي طبعا عشان الأصدقاء الأعزاء اللي طلبوا مني يوم أمس في حلقة الأمس أنه أنا أركز على برج الجدي برج الجدي القمر الآن يعتبر أو الشمس موجودة في زاوية تربيع مع برجك وهي بتضغطك يعني بتسبب لك نوع من أنواع التوترات ولكنها تحركت عن المقابل يعني مش مقابلك هي ولكن إنه زي ما حكينا هي في مكان حساس اللي هو بيت السمعة وبيت السمعة بالنسبة لإلك يعني بظل بيركز على العمل أكثر بيركز على العلاقة بالمسؤولين بيركز على الناس اللي بتتآمر عليك بالخفاء على المؤسسات على الشركات على الرجال أو أصحاب المناصب أو أصحاب الرفعة فعشان هيك بتلاقي إنه كل شيء أنت بتعمله مراقب العين مفتحة عليك بشكل كبير هذه المسألة طبعا هي ضاغطة بالنسبة لإلك لأنه أنت ما بتحب تكون تحت الرقابة أو تحت المجهر في كل تحركاتك لأنه هالة الغموض في هذا البرج تقريبا بتهتز شوي فبتجد إنه الناس بتركز عليك بشكل أكبر بتحملك مسؤولية أكثر من اللي أنت متعود تحملها بالفترة هاي فبتصير مسؤولية مرحقة اليوم طبعا القمر لأنه موجود في البيت التاسع لإلك فما زالت الأجواء جيدة في الاتصالات بالحوارات بالأمور اللي إلا علاقة بالسفر بالامتحانات بالتعامل مع الأجانب الاهتمام بالغيبيات أو الروحانيات هاي كلها طبعا ممتازة بالنسبة لإلك أهم إشي إنه اليوم إذا عندك تحركات أو اتصالات مثلا تكون حذر إنه ما تحصب ما تندفع ما تسوي مشاكل أثناء قيادة السيارة بين الطرق أو الشوارع المفتوحة بدك تركز أثناء قيادة السيارة عندك اندفاع عالي جدا حماسة عالية جدا وهذا الشيء ممكن يترك انطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة يعني انطباعات جيد وخصوصا إنه القمر سعيد اليوم بتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك من الآن لغاية ساعات ما بعد الظهر هاي فترة إيجابية جدا أهم إشي إنك ما تضيع عليك الفرصة في ساعات ما بعد الظهر القمر رح يتحرك ويصير في بيت السمعة يعني القمر والشمس والمريخ وعطارد هذولا كلهم موجودين في نفس البرد في نفس البيت فتخيل انت لما يكون عطارد بيتراجع وبرضو عندك انت الشمس كانت منتحسة وعندك القمر دخوله في فترة ما بعد الظهر والشمس يعني فيه خربطة فيه يعني فيه ضغط كبير موجود عليك فعشان هيك اليوم لأنه صار عندنا الشمس والقمر سعيدات فهاي نقطة إيجابية المريخ سعيد برضو نقطة إيجابية أكثر فعشان هيك اليوم بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية تدخلوا على فترة جيدة للي بدهم يبحثوا عن عمل او بدهم مثلا يأهلوا قدراتهم او يطوروا علاقاتهم الاجتماعية خصوصا مع ناس ذو منصب واسطى دعم شغلات زي هيك اليوم مناسب لهاي الامور فبتخضع لعدة تجارب مهمة اهم مش انك ما تضعف ما تجازف بسمعتك حاول تقوم بواجباتك على احسن ما يمكن قدم افضل المستطاع صحيح انه الفترة فيها قلق وتوتر ولكن قد ما بتقدم قد ما بتحصد برج الدلو طبعا اليوم بتكو تتفحصوا حساباتكم المالية المشتركة فاهم شي نكو تخففوا من النفقات قدر المستطاع بما انه القمر في البيت الثامن فهو بيت مش حليف قويلة اليك وبركز على الاموال والاموال المشتركة ممكن يتوجه لك مسائلة ممكن يصير في تأخير في صرف بعض الاموال ممكن انه طالب قرض القرض هذا ما ينصرف او اتوقع على اوراق وتجد الاوراق هذه مش لصالحك فعشان هيك اليوم بدك تنتبه لهاي الامور بشكل جيد من الان لغاية ساعات ما بعد الظهر القمر سعيد فعشان هيك ممكن تنحل عندك بعض المشاكل المالية قرض ضمان تأمين ميراث هذولا كلهم ايجابيات رح يكونوا دعمين للك ولكن ممكن صحتكم او صحت قريب للكم تكون بحاجة للرعاية بدك تحاول برضو تكون مرن ما تتنازل عن حقك ولكن بشرط انه يعني ما تفرض رأيك على الاخرين ما تتصلط برأيك ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الاطراف حاول انك ما تهمل ملف ولا قضية خصوصا اللي عندهم قضايا واليوم اللي هم جلسة فيها بدهم كل الاوراق تكون جاهزة في ساعات ما بعد الظهر طبعا القمر رح يصير في البيت التاسع وهذا بيت حليف للك يبتنشطه في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات وخاصة لبعيدة او التواصل مع اشخاص خارج البلاد او اجانب طبعا جيدة للامتحانات فهذا اليوم برضو مناسب لاجراء المقابلات اجتياز الامتحانات وخصوصا الامتحانات الجامعية ممكن بعضكم يبدأ عمل او دراسة جديدة ممكن تناقشوا اليوم مش ممكن لا هو انتو اليوم رح تناقشوا بقوة وذكاء وتتجرؤوا على رفض اي شيء ما بيناسبكم ما تخشى شيء بدك تثق بنفسك اكثر وهاي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة ولكن زي ما حكينا ما تفرض رأيك ما تتصلط هاي اهم النقاط الحج معك القدرة على انجاز كثير من الامور معك فحاول انك تنطلق برج الحود بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بالشركاء سواء في العمل او العاطفي القمر ما زال موجود مقابلكم فهو بدعمكم على مستوى الشراكي وعلاقتكم بالشركاء جيد برضو يعني ببعض المسائل القانونية ممكن تكون لصالحكم اليوم برضو ولكن بتكونوا اكثر تفاهما لوجهة نظر الشركاء المال والعاطفة تعرفوا تتواصلوا معهم بتكون تنسقوا بين الواجبات مختلف الواجبات بشكل جيد تحافظوا على هدوءكم الكامل فهي الفترة يعني ممكن يكون بعض الضغط موجود او الاوضاع ممكن تصعب عليكم بتكونوا مارنين برضو ما تهملوا صحتكم لانو طاقتكم شوي ضعيفة ما بدنا احنا تهملوا الصحة وخصوصا اللي عندهم امراض مزمنة في ساعات ما بعد الظهر طبعا القمر رح يتحرك من مقابلكم رح يدخل على البيت الثامن البيت الثامن هاد للاموال المشتركة فعشان هيك رح تنهمكوا في عادة تنظيم اموركم المالية وخصوصا الاموال المشتركة الاموال اللي ما بتعود لك لحالك اللي بكون فيه شريك يعني ما للزوج ما للابن ما الشركة ما البنك ضريبة تأمين هاي كلها اموال مشتركة اهم شي برضو انكم ما تهملوا صحتكم ممكن صحة احد المقربين لقلكم برضو تكون بحاجة للرعاية الاجواء يعني بتكون احسن من الايام اللي مضت لانو القمر تحرك من المقابل عشان هيك بتكون اكثر ايجابية وبتتجاوب الاجواء معاكم بطريقة سهلة بتلاقي اعمالك صدى طيب وبرضو اهم اشي انك ما تتكاسل وتحاول انك تسارع لعمالك دون مماطل ودون اعذار وحاول انك ما تتغيب برضو عن اعمالك طبعا هيك احنا انتهينا من توقعاتنا يعني بالايام الماضية كنا نحكي حطوا اللايك حطوا الكومنت في بعض الاصدقاء بيصلوا لاخر الحلقة طبعا بينوا مين اللي بحضروا الحلقة بالكامل شكرا للكم بشكل خاص للاشخاص اللي بيكملوا لاخر الحلقة وفي نفس اللحظة يعني دعموا باللايك بالكومنت يعني بالتشجيع هذا شكرا للكم برضو نشكر الاشخاص اللي منتسبين للقناة ورح نظل نشكرهم ورح اظل اشكرهم ورح اظل احكي عنهم ورح اظل انزل اسمائهم لانه حقهم هذا الشيء برضو باطلب من بعض الاشخاص او من الاشخاص اللي بتمكنوا انه يشوفوا لي كلمة جوين صارت مكتوبة جنب الاشتراك السبسكرايب او الاشتراك يعني نزلت عندكم في بلادكم يعني عند الكل نشوف عند الكل مش عند الكل في اشخاص نزلت عندهم في اشخاص ما نزلت عندهم يعني اللي نزلت عنده يكتب لي في التعليقات عشان اعرف انها وصلت للكل ولا لسا ما وصلت عشان نعاقب اللي وصلت عنده وما حكى لنا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة